السلام عليكم أعزائي طلاب تقنيات التخدير المرحلة الرابعة المحاضرة ممادة ICU اللي هي Intensive Care Unit وحدة العناية المركزية اليوم المحاضرة راح تكون عبارة عن شنو التقييم اللي راح أسويه للمريض المصاب سواء كان هذا التقييم من ناحية أنه أشوف العلامات اللي تظهر على المريض سواء من ضغط الدم أو سكر أو السوديوم أو البوتاسيوم أو البيكاربونات أو سواء بتقييم التنفس والدورة الدموية أو الحركة أو سواء راح يكون هذا المريض عنده مشكلة فلازم راح أطلب له مساعدة أو راح أدخل جهاز معين إليه وأيضا شون ممكن نشخص هذا المرض وشون ممكن أيضا يتم السيطرة عليه كل هذا راح يكون اليوم بتناوله بهذه المحاضرة إن شاء الله شون راح أسوي مراقبة أو شون أتعرف على الأشخاص المصابين بأمراض خطيرة The aim of assessment of seriously ill patient شنو الهدف من أنه أنا أسوي assessment أو أسوي فالتقييم معين لهذا الشخص المصاب بمرض خطير نقطة الأولى identify the physiological abnormalities حتى أعرف شنو التشوهات الفيزيولوجية اللي موجودة عندي ثانيا identify the most appropriate way to correct those abnormalities وأيضا حتى نتعرف على الطريقة الأنسب حتى أصحح هذا الخلل أو التشوه اللي موجود على هذا الشخص النقطة الثالثة diagnose the underlying problem وأيضا حتى أشخص المشكلة الأساسية اللي دينبع من أساسها هذا المرض The process involved taking a full history and thoroughly examine and investigating the patient occurs in a different manner in the seriously ill patient فهذه العملية رح تضمن أنه أنا أسجل تاريخ كامل history كامل عن المريض سواء الأمراض اللي بيه الأدوية اللي رأي أخذه الأمراض اللي صايرة عنده كل هذه وأفحصها بدقة وأشخص هذا المريض شنو ممكن أعرف يعني المرضى اللي بيه أو الطرق العلاجية اللي رح استخدمها The differences is due to the urgency with which treatment needs to be started هذا الاختلاف ما بين المرضى اللي رح يصرعدهم اختلاف من ناحية حدة المرض أو اختلاف من ناحية العراض شنو سببه سببه أنه مدى الحاجة إلى بدء العلاج يعني شنو يعني إشكد حالة المريض تسمح بأنه انأخر للعلاج يعني ممكن أنه إذا شخصنا هذا المريض ممكن أنه يحتاج هس علاج فورا أو ممكن لا عادي يتأخر في يوم يومين ثلاثة أو ممكن أسبوع وممكن شهر حسب يعني حسب حالة المريض وحسب نوع المرض مارتي There is really time to take a full history or carry out a very detailed examination before initiating a treatment وأيضا نادرا ما يكون هناك وقت حتى أخذ التاريخ الكامل لهذا المريض وأعرف شنو الإجراءات اللي مسويها أو شنو الأعراض اللي يعاني منها أو الأدوية فبالتالي يعني ماكو وقت يعني أنا مو أقعد أطلع تاريخها الكامل شنو الأمراض يعني ممكن أخذ بس الأشياء الأساسية Tasks that are typically carried out sequentially often have to be carried out in parallel with history taking examination and initial resectuation often occurring simultaneously يعني هنا أنا المهام آني اللي راح أسويها أو الفحوصات اللي راح أسويها راح تكون بشكل متسلسل بالتوازي يعني شنو متسلسل بالتوازي إنه أنا راح أجي أشوف شنو المرض شي يتبع شي شي يتبع شي مثلا أنا راح أجي أشوف هذا الشخص عده ارتفاع ضغط الدم راح أجي ارتفاع ضغط الدم راح أشيك نسبة الصوديوم عده بالدم أشيك نسبة الأملاح عده بالدم أشيك نسبة الدورة الدموية عنده والأمراض القلبية خاف أكو مشكلة بضخ القلب أشيك كذا عنده تجلطات دموية وعنده خطرة فالشي يتبع شي فحص يرجع الفحص often it is necessary to restrict oneself to only the information required to guide the next treatment discussion and to full envision and missing components of history examination and investigation after treatment has been initiated on a best guess basis there is a lot of times that I need these information that I take from history but until I decide what the treatment is going to be just because I am going to show you the next treatment decision so I know what the treatment is going to be examination and investigation after treatment has been initiated on on a best guess basis and we said that we are going to focus on best guess basis meaning the best treatment for the patient is the best treatment the working diagnosis needs to be repeatedly reassessed as more information becomes available and on the basis of response to treatment and I will focus on the patient's treatment so I will focus on the patient's treatment أو الفحوصات الابتدائية أول وحدة الفحوصات الأولية اللي راح أسوية شنو راح أسوية للمريض أول ما يطولي العناية المركزة شنية الفحوصات The first step in assessing a serious deal patient is to estimate how ill the patient is and how much time is available for assessment and investigation before initiating treatment أول خطوة أنا راح أسويها حتى أقيم هذا المريض من هاي الناحية هي شنو هي مدى المراض مالتي إش قد صار لي وإيضا شنو مقدار الوقت اللي عنده حتى يسوي هذا الفحوص يعني هسا خلي أشاركوا هنا شو قلنا هنا هذا يجينا مثلا سؤال The first step in assessing a serious deal patient شنية اشتريت بدأ لشنو أولا How the patient is and how much أثنين how much time تمام طبعا عذروني عن القلم بس الأصبع هاي النقطة الأولى وهاي النقطة الثانية How much ال 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 time وأيضا إش قد الوقت اللي متاح عنده حتى يسوي هذا الفحص warning signs of a severely elevation أكو علامات هنانة يعني لازم أتحذر من عنده ليش لأنه معناها أنا هذا الشخص يعاني من مرض شديد شنية هاي العلامات واحد أول نوع من العلامات هو البلاد برجان ضغط الدم ضغط الدم سيستلك إذا أقل من 90 أو أقل من 70 مليمتر زأبك ضغط الدم لازم يكون الضغط الأنقباضي أقل من 90 والمعدل المال تقريبا أو المتوسط هو أقل من 70 هاي شنو هاذي رح أشوفها إنه صارت عندي آآ مشكلة حذر لازم أحذر من رح أشوف هذا الضغط أقل من 90 أو أقل من 70 مليمتر زأبك هذا هنا صارت مشكلة ليش لأنه قل عن 90 هارت رايت معدل ضربات القلب إذا كانت أكبر من 150 أو أقل من 50 طبعا هنا ندي يطيقكم المقزيمم والمليمم يعني حتى تعرفون إنه قيم التحذيرية إذا علت عنحدها وإذا نصت عنحدها فإذا شفت دقات القلب أكثر من 150 هذه علامة تحذيرية لازم أعرف إنه هذا الشخص يعاني من مرض معين وإذا شفت ها أقل من 50 أيضا رح أشوف إنه هذا الشخص يعاني من مرض معين وكذلك الرسباير رايت إذا أقل عن 8 أفاس بالثانية أو زاد عن 30 نفس بالثانية الكونش وإنها قريب على الإغماء الأولجيرية اللي هي 0.5 مليلتر على الكيلوغرام للساعة اللي هو أقلة الإضرار اللي حيصر عند هذا الشخص يسموه الأولجيرية والصوديوم نسبة الصوديوم لازم يكون أقل من 120 أو أكبر يعني مو لازم إذا شفنا هذه الإعلامة في حذر لازم أحذر إذا شفت أقل من 120 مليمول أو أكبر 150 مليمول لازم أنتبه وتاسيوم أيضا من 2.5 وإذا أكثر من 6 والPH إذا أكثر من 7.2 والبيكاربونيت إذا أقل من 18 والوريد نارس اللي هو ال concerned experienced نارس يطلب من تكون حالة خطرة كل شو يعني يقلق المريض يقلق عفونا للطبيب هنا رح يتطلب شنو يجيبوه لممرض عنده خبرك كامل بهذا الموضوع أي شخص يعاني من هذه النقاط اللي قلناها لازم يتعرض أو يعرض على شنو على يد طبيب خبرة أو طبيب الخصائي بهذه الأمراض اللي ستطلع عنده Components of the initial assessment هسا هنا قلنا جنيج نسوي فحص أولي وعدد ذني الجدول اللي موجود هسا شين هي المكونات الرئيسية اللي رح أحتاجها حتى أسوي فحص أولي لهذا الشخص المريض بالإنان المركز أولا شنية key components of the initial assessment or assessment of airway patency breathing and circulation أول فحص يعني أحفحص بي شنو المجرى تقييم مجرى الهواء مالتي وأشوف التنفس مالتي والدورة الدموية هل هو طبيعي التنفس مالتي أولا ثانيا absence of any of these should promote immediate risk equation لازم أشوف انو هل هاذ الحالة تستدعي الإنعاش الفوري هل يحتاج هذا شخص إنعاش أولا ثالث نقطة the severity of illnesses هيا خلولي عليها خاط ليش is often judging by assessing the compensatory response to the primary abnormality in most الشغلة البدائية اللي سيصبح عندي شو نحن نقول مثلا هذا العضو استود يلي يصير abnormal فأشوف أول استجابة سأسجل أول شغلة أول تخطيط أول ضغط أول سكر ديم أول استجابة أسجل أشوف بعدها من راح أقيس بالفحوصات التالية أشوف هل زادت نقصت نضاف لها أشياء ثانية حتى عرف شنو التقييم الأول لها بعدها شنو يقول in most cases this compensation involves activation of the sympathetic nervous system ليش لأنو في معظم هذه الحالات هنان رح يصير أكون تنشيط المن للجهاز العصبي الودي السمباثي فبالتالي رح يمطي حجم هاي الاستجابة اعتمادا على شدة المرضى ركزولي هنان هاي كل ش مهمة activation of the sympathetic nervous system والمagnitude مع هاذ السمباثي response system شينطيني يطيني severity of the illnesses شدة هاذ المرضى واضح هنان كمية الاستجابة لها المادة من الجهاز العصبي المركزي هي رح تطيني شدة هاذ المرضى if should however be noted that in the pre terminal patient the compensatory response is executed and the patient may be bradycardia and bryhypening هنان اذا صار يعني مع هذا انو المريض ما قبل المرحلة النهائية من المرض وشفنا انو الاستجابة صعبة انو نحصل فبالتالي هذا المريض رح يعاني من بطء القلب وبطء الحركة هاي اقصى الاستجابات النهائية اللي رح ينطيه الجهاز العصبي وبطء القلب وبطء الحركة if the patient is already receiving support therapy it is important to note that intensity of such therapy اذا كان هاد المريض اصلا هم دي تلقع علاج فلازم اشوف شدة هاد الالاج اللي دي اخذه intensity of such therapy هل انو هاد الالاج دي اثر علي اول for example a patient with an arterial oxygen saturation of 92% on 2 letter per minute of oxygen through a nasal cannula is much less ill than a similar patient with a saturation of 92% of 15 letter per minute of oxygen انا اعطينا مثال المثال شي يقول هلا اكبر الاسورة المثال شي يقول اهنان يقول اذا كان اكو مريض عند نسبة الاكسجين هو 92% عند 2 letter بال دقيقة من الاكسجين من ضخ الاكسجين وخليلة شنو خليلة تيوب بالانف مالتا رح رح يكون هذا المرض مالتا اقل من مريض نفس الشي هم لنسبة الاكسجين مالتا 92% بس لكن التدفق مالتا الدم هو 15 لتر بالدقيقة من الاكسجين ينطو خلال nasal cannula is much less ill يعني هو دا يطوع عن طريقة الانف رح يكون اقل مرضا من الشخص العادي اللي نسبة التشبع الاكسجين 92% ما نعلم الاكسجين هنا 15 لتر بالدقيقة assesses intensity of support inspired oxygen fraction needed to maintain saturation above 90% يعني شنو التنفس هنا عندي طبعا هذا موضوع هنا assess intensity of support يعني شنو يعني تقييم support مالت الجسم هنا الاكسجين هو اللي يطي support تقريبا للجسم حتى يعني يبقى وواحد من support اللي هشوف هو الاكسجين فلازم يكون هذا الاكسجين اللي داي تنفس المريض لازم احافظ على التشبع مالت اكثر من 90% above طبعا هذا القلم دم مني هذا saturation above 90% يعني قاني حتى حافظ على نسبة الاكسجين طبيعية لازم أبقي فوق 90% Intensity of ventilator support positive and expiratory pressure minute ventilation ايضا لازم احافظ على التنفس الصناعي وايضا ضغط البيب اللي هو positive and expiratory pressure اللي هو minute ventilation ايضا ممكن نسمي اللي هو التنفس بالدقيقة لازم احافظ علي ضغط 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 To keep adequate urine output أيضاً لازم نشوف الحجم مالت الأدرار مالته الكمية كافية أو لا Needed for blood transfusion To keep hemoglobin above 8 gram per deciliter الجوز يحتاج هو نقل دم أو أنطي دم أو تبرع بالدم حتى حافظ على الهيمoglobin مالته أكثر من 8 gram للديسيلiter We need for sedation in agitated patient ممكن أنه يحتاج إلى التخدير أو مسكنات للمرضى اللي عندهم انفعالات معينة We need for dialysis support or worsening biochemistry وممكن يحتاج إلى غسيل كلي أو يحتاج إلى أشياء يعني بايو كيميائية Seek help for specific problem هسه ممكن أنه أنا أحتاج أنه أطلب المساعدة من حاجة أسوي هذين الفحوصات لهذا المريض أحتاج أطلب المساعدة من طبيب معين من هو هذا الطبيب يخص منه شنو هذا طبيب يا طبيب رح أطلب منه مساعدة أول شيء cardiologist طبيب القلبية complete heart block acute coronary syndrome cardiogenic shock هاي طبعا هناني شو كنت نطلب المساعدة من طبيب القلبية من رح أجي أشوف أولا complete heart block أكفد عندي block تيصر عندي بالقلب acute coronary syndrome متلازمة الشريان التاجي الحادة cardiogenic shock ممكن أنه عنده هو صدمة قلبية intra-aortic balloon pump insertion ممكن يحتاج إلى إدخال بالون داخل هذا الشريان حتى أفتح في التجلطات معينة pericardial tampon ممكن أنه يكون عنده أمراض القلبية اللي تخص غشاء القلب وأيضا massive pulmonary embolism ممكن تكون عنده أصلا تضخم رئوي أما النفرولوجست اللي هو طبيب الكلي شو رح يسوي طبيب الكلي رح يشوف أنه خاف يحتاج dialysis غسية الكلي نيورولوجست طبيب عصاب شو بتحتاج طبيب عصاب من يكون acute stroke or undiagnosed depressed conscious من يكون هذا الشخص معرض إلى نزيف داخل عفوين عفوين نيورولوجست جراح العصاب ممكن أنه يكون أحتاجه إذا كان هذا الشخص عنده سكتة دماغية أو عنده المستوى مارت الوعي غير مستقر يفقد الوعي كل شوية نيرو سيرجين جراح العصاب هذا كان طبيب العصاب هذا جراح العصاب إنتراكرانيال هيموريج أحتاج جراح العصاب بشو وقت من أشوف أكون نزف في في داخل الجمجمين هيد انجري إصابة بالرأس سيفير سيفير إدمي وهل أكون وذمة دماغية حد الوذمة اللي هي تجمع سواء المعينة وتجمع قيح معينة سميها إدمي تراوما سيرجين طبيب التراوما أو جراح مارت اللي خاص بالتراوما أي حادث أو أي صدمة مثل شو بوليتراوما صدمات المتعددة أبنوبينال تراوما صدمة بالبطن ثوريسك تراوما صدمة على الصدر أو كومبارتمنت سيدراو أو أي متلازمة ثانية طبعا هنا المقصود بالصدمة مو يعني صدمة نفسية عاطفية لا المقصود بالصدمة إنه حادث سيارة حادث سقوط أو متكسر يعني هالمنطقة مضروبة فانسميها تراوما والأخير اللي هو الأوبستري أوبستري أوبستري اللي هو طبيب النسائي والتوليد رابشار اكتوبك برغنسي بوستبارتام هيموراج وأيضا يحتاجوا في التمزق مارت الرحم أثناء الولادة أو نزيف ما بعض الولادة فراح يجيبون جراح خاص والولادة رح نجي بناء على التشخيص اللي أنا سويت رح أجي أحدد خطة حتى أسوي مانجم معين لهذا المريض ورا ما أسوي الانعاش وهذي التقييم للمريض وأتحقق من هذا المرض هو شنو ورح أوصل إلى استجابة معين ورح أعرف من خلالها شنو نوع المرض من خلال التشخيص المعين اللي أنا رح أخذي فممكن أن أنا أريد أسوي إعادة للأستسمنت أريد أعيد أشخص وأقيم المرض مرة ثانية بشكل متكرر إلى أعدل الخطة من جديد وأشوف المرض الصحيح بالضبط شنو ممكن تكون أشياء ثانية اختصارات ثانية أحتاجها بعد سويت جمعت المعلومات وجمعت التفاصيل مرت المريض وعرفت شنو التشخيص أحتاج شنو أحتاج أسوي هذه العلامات أو أحدد هذه الخطط شنو أول شي لازم أشخص تشخيص محتمل يعني مؤكد من المحتمل أنه عنده ارتفاع بضغط الدم من المحتمل عنده مرض رئوي من المحتمل Likely Diagnosis Treatment Plan خطة خطة للعلاج مرض أو هذا أو هذا المستشفى Consent الهوائية بعد أقيم هذا المجر الهواء vital حيويا وانا سأرى بالعلامات الحيوية ستطلع لي بأجهزة مثلا جهاز الأكسجين أو جهاز التنفس ما سأكون بعد إضافة إلى هذه العلامات الحيوية بالجهاز سأرى Look Listen Feel لاحظوا Look Listen Feel أرى بعيني الصدر ماذا يتنفس ماذا يصعد وينزل ماذا يأخذ النفس هل هو يشهق مني يتنفس لو يتنفس بصورة صحيحة Listen أضع سماعة وأسمع أسمع الصدر ماذا يدخل في الصدر وماذا يتنفس وأيضا Feel استشعر استشعر هذا التنفس هل هو تنفس طبيعي أم لا وحتى استشعر أي شنو تضيق أو احتقان في هذه المنطقة التنفس أولا Look for tachycardia tachypenia sweating use of accessory muscles حتى أرى ما سأرى بعيني أولا tachycardia ممكن أنه عدم انتظام ضربات القلب أرى أي التachypenia تسعر بالتنفس sweating التعرق use of accessory muscles وأيضا استخدام عضلات أشوف العضلات مالت شون يحرك drooling epiglottitis اللي هو سيلان اللعاب أو يسموه التهاب لسان المزمار seesaw thorac co-abdominal لازم أيضا نباوع إلى حركة الصدر والبطن أثناء التنفس paradoxical chest wall أنه يكون جدار الصدر حركة متناقضة أو غير طبيعية movement and recession أباوع الحركة مالتها والرقود يعني بوضع التنفس وبوضع أنه يوقف بوضع التنفس وبوضع أنه يوقف remember that chest movement can occur even in the presence of complete airway obstruction تذكر تذكر دائما أنه حركة الصدر ممكن أنه تحدث حتى في وجود انسدات كامل بمجر الهواء يعني مشارطة نباوع على صدر يتحرك للمريض معناها أنه يتنفس بصورة طبيعية لا يجوز أصلا هو عند تضيق أو احتقان بالمجر الهواء بس عادي يعني صدر باقي يتحرك listen for gurgling or strider not the strider may be absent particularly in severe cases and the presence of a normal oxygen saturation doses not exclude a compromised airway بالنسبة للسماء شو رح أسمع أسمع إلى الصرير أو الغرغرة اللي رح أسمع صوت أكفة شيخن بلعومة أكفة صوت موجود صوت مثل حرف الغين أو حرف الخاء أسمع أسمع هل عنده صفير بالأنف من يتلفز أكو صوت مثل صوت الصفارة تمام وأيضا نلاحظ أن الصرير ممكن أنه ما يكون موجود خاصة بالحالات الشديدة وخاصة إذا كان شخص متشبع بالأكسجين فما نستبعد أنه هذا الشيء ممكن أنه بعدان الخطر لا يعني هاي كلها أشياء أولية مو نعتبد عليها 100% هاي باركاربية شخص يصر عنده زيادة في ثناي و أكسيد الكربون فهذا الشخص اللي عدي زيادة في ثنا يكسد الكربون بالدم رح ينتج عندنا انخفاض في مستوى الوعي رح يبدأ يفقد الوعي فبالتالي سيصير شو رح أنا أبدي أعرف هاي العراف شو رح أبدي أعرف هاي هعرف ها من البطء مارة القلب اللي هو البرديكارديا وأيضا من الكارديو رسبي 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 إنه رح يصر عدي مشكلة بالقلب والجهاز التنفسي فرح عرف رأسي إنه هذا عنده هايبركاربيا زيادة الكربون بالدم الإنسباراتي سترايدر اللي هي اللي رح طيب الجهاز التنفسي إز راسping sound here during inspiration and is a result of obstruction above or involving the larynx الإنسباراتي سترايدر هي عبارة عن صوت خشخشة خرخشة إحنا نسميه خشخشة خرخشة شو مسموهم لغتكم ف رح يشير هذا الصوت مرت الخشخشة أثناء الشهيق لي شنو سببه السببه هو obstruction above or involving the larynx هو الانسداد أو الاحتقان أو التضيق على الحنجرة أو فوقها رح يسبب لي صوت خرخشة بيها نسميها inspirator strider wheeze اللي هي الصوت اللي يطلع بعد الزفير فممكن نسميه مثل شون الشخير أو العزيز نسميه يعني شفت شي يطلع بعد الزفير انتبهوا بين wheeze وبين strider strider الwheeze رح يكون أثناء expiration أثناء الزفير هاي ركزوا بيها رجعا فأثناء الزفير رح يطلع صوت مثل صوت الشخير أو الأزيز باللغة العربية الشخير شون يعني الجرج هو عادة الغرغرة أو إنه رح تطلع السوائل أو اللعاب على المجار التنفسية فتبدي تبين من فم الشخير أثناء الانسداد الجزئي للبلعوم ليش بسبب ارتخاء هذه العضلات من البلعوم أيضا وبسبب ارتخاء اللسان فانتبهوا فرقوا بين snoring وبين الwheeze الwheeze مثل الأزيز رح يصير مثل صوت زه رح يصير بالأنف أثناء الزفير عفوا أما snoring فهو شخير نتيجة خلل في Oropharynx بالنسبة للبريذين بالنسبة للتنفس effectiveness of breathing لازم أتأكد من فعالية التنفس وكفاته وwork of breathing ومقدار الجهد مالة التنفس أيضا وسينوس hypoxية ممكن أنه هل أكو علامات إزرقاق على شفته أو على عين أو على أي مكان في جسمه أو hypoxية اللي هي رح تبين أنه عنده نقص أكسجين rate depth symmetry of chest movement أشوف معدل الحركة مارت الصدر والعمق مالتها وكم مرة وهل هي متماثلة أملا use of accessory muscles هل إنه يقدر يستخدم عذرات ثانية بالحركة أو لا palpate chest wall for structural integrity وأيضا أشوف أشوف أنه هل أقدر ألمس أو أحس بهذا الحركة مارت الصدر أتحسس حتى أعرف هنا هذه عندي هذه المجرى التنفسي وهذه عندي الرأة الأولى وهذه الرأة الثانية على الرأة لا نعرف أنه هناك غشاء ثانية فوقها هي غشاء دبل غشاء فالهواء سيبدأ يصبح بإحتباس ويصبح ما بين الغشاء هنا سيبدأ يجمع الهواء هنا هنا في هذه المنطقة مارت الغشاء المبطنة للرأتين هذه هذه طبعا هنا البلعوم وتكملة الجسم فهذه الرأة هنا من هاي طبعا هنا الحواصلات الهوائية والتفرعات اللي رح يصير فهذا التجمع هنا نمالة الهواء رح يصير هو عبارة عن نسميه نيمو ثوراس أو تجمع الهواء في داخل في داخل الغشاء الرأة أوتو ثيرابي ممكن أنه هذا الشخص يحتاج أكسجين خليه لفنتيليشن و ماناج انجري نيمو ثوراس وأيضا نشوف الإصابات اللي صاير عنده وهل إنه يحتاج هذا إلى التدخل نتيجة هذه الإصابة وأيضا نيمو ثوراس اللي قلنا عليه هو استروح الصدر أو الهواء رح يكون بين الغشاء Note that marked tachypenia is a useful marker of a severely ill patient regardless of whether the patient has respiratory failure هنا ملاحظة يقول هنا بالنسبة لل النفس نلاحظ أنه أي تسارع بالنفس إذا لاحظنا يعني بعيني رح تنطيني علامة على أن هذا المريض يعاني من مرض شديد بغض النظر إذا كان هذا المريض يعاني من فشل بجاز تنفسي أو غير مرض يعني المهم أن أنا أعرف أن هذا يعاني من مرض شديد نتيجة التكيبينية اللي هو تسارع النفس حتى حتى نشوف الزراق بجسم السينوس الإزرقاء صعب ممكن مبين علي بسهولة لكن تكيبينية التسارع مرت النفس مالت أسهل إنه أشوف As with airway problem the severity of the problem is often based from the magnitude of the compensatory response وأيضا كما هو الحال بالأمراض التي تصيب المجاري التنفسية غالبا أنه أنا أقدر أتحكم بشدة هذه المشكلة وأقدر أحلها وأعوضها بدون أي خسار Pulse Oximetry is a useful beside test investigation but it should be noted that significant desaturation is often a late features of ventilatory abnormalities أيضا نحتاج إلى جهاز قياس الأكسجين ويكون لازم بصف السرير مرت المريض لكن إنه لازم نشوف إذا أكو desaturation عالي عدم تشبع بالنسبة الأكسجين معناه شنو معناه إنه أنا عندي حالة متأخرة من الأمراض مرت الجهاز التنفسي ventilatory abnormalities ليش لأنه وصل مرحلة إنه عدم تشبع بالأكسجين وأيضا عدم موجود خلل بالأكسجين هذه مرت الشخص للمريض اللي يعاني من ضيقة التنفس لازم أيضا أبحث عن أسباب غير يعني غير أمراض التنفس non-respiratory causes مثل شنو مثل الميتابوليك acidosis and species إنه أنا لازم أشوف هذا مال الجسم شون ده يصير والإفرازات مال الحوام ومال الجسم شون ده تصير هاي إذا كان ما عندي أي خلل بالأكسجين رح أجي عليه فحوصات الجهاز هاي كسيركوليشن بالنسبة للجهاز الدوران لازم أسوي فحص من أعلى الرئيس إلى أخمص القدم حتى شنو حتى أشوف إذا أكو أي نزيف وأقدر أسيطر عليه لولا سكين كالر أشوف لون الجلد مال الموست لنسبة الرطوب مال وال الحرار وال النبض مال هل هو جيد أم لا راية المعدل مال راية الانتظام مال وال الحجم مال مال البلد برجر ضغط الدم هل كل لازم أقيس و أشوف حتى أشوف هل السيركوليشن مال تمام أم لا كابل رفيل أقل من 2 سيكين لازم نعرف الضغط الشعيرات الدم عفوا الشعيرات الدموية الذي يصير بها الدم الذي يعبر به أقل من 2 سيكين لازم أقل من ثانيتين أنه يصير بها إعادة ملء لهذه الشعيرات الدموية chest compression positioning etc أيضا أضغط على الصدر وأحدد الموضع مال الأصابة أو الألم rapid initial assessment of circulatory status should constrate on tissue per refusion and not just blood pressure وأيضا لازم أسوي تقييم أولي اللي هو أقيس ضغط والتراكيز والنسب هاي اللي أخذناها بالجدول حتى أشوف حالة الدورة الدموية والتروية تتوصل للأنسجل أو لا مو بس لخت الدم بالنتيجة نتيجة هذه الفحوصات إذا شفت انخفاظ في ضغط الدم فهو عبارة عن صفة متأخرة من أي اختلال بوضاء في القلب والأوعية الدموية الأمراض أو الأدلة اللي داتجيني نتيجة عن عدم تروية الأنسجة أو عدم كفاية تروية هاي الأنسجة مثل شنو مثل انخفاض مستوى الوعي إنه هذا الشخص كل شوي معرض للإغماء وأيضا تبقع الجلد أو كفت بقع الجلد حمرة أو زرقة أو غير لهم وأيضا الأطراف الباردة وأيضا الشعيرات الدموية ومارتة ما جايتين تقل بها الدم بسرعة وأيضا قلة الإدرار الأوليجيرية وأخيرا الاختلال بالأحماض الأيضية كل هذه علامات أنه يعاني من مرض شديد حتى في المساعد من هايبوتينشين حتى في حالة عدم وجود انخفاض في ضغط الدم وإيضا ممكن إنواني أحصل على مؤشر ثاني حتى أعرف نوع الصدمة هل هي قلبية أو صدمة نتيجة عدم توزيع الدم أو إلى آخر من خلال شنوه من خلال إنواني أتحسس النبض وأتحسس الأطراف وأفحص الضغط مارة الواريد Conscious State شنو شو رح أعرف الحالة مارة الوعي بالنسبة للمريض A marked reduction in consciousness indicates either that compensatory homeostatic mechanism have been over healed or severe neurological disease الشخص إذا صار عنده انخفاض في مستوى الوعي وبدأ يفقد الوعي شي يشير هذا إلى يشير إلى اختلاف آليات التوازن بجسمه و يشير أيضا إلى أمراض عصبية شديدة في هذه الحالة أو في حالات أخرى أو بكل الحالتين اللي حجناين رح يكون المريض يحتاج إلى علاج عاجل وأيضا لازم نشوف أو نفحص حدقة العين بشكل متكرر الفيو اللي هي حدقة العين أخر شي نحن نتكلم عليه هو الانفتي جيشن ماذا سأ أفعل استدلال على هذا المرض عسري أسوي هذه الفحوصات Useful screening investigation include أيضا ممكن أن أسوي أشياء أو investigation أدلة أخذ منها على المرض عن طريق شاشات مو شرط أنه أنا ألمس أو أشوف بعيني مثل شنو Pulse oximetry أشوف على الشاشة مارتل الجهاز الأكسجين أو arterial blood gases أو أقيس نسبة الغازات بالشريان أيضا أقيس الالكترولايت أو الrenal function test الاختبار مارتل وضائف complete blood count أيضا CBC فحص كريات الدم والكلوتين والتجلطات هاي كلها ممكن أنه أنا تعرض على شاشة معينة بالأجهزة وأقدر أشوفها اليوم تكلمنا عن كل ما يخصه الassessment الأول اللي هو كان الانيشيا الأول واحد إن شاء الله بالمحاضرة الثانية ونحن نتكلم عن subsequent assessment اللي هو الassessment الثاني إن شاء الله تكون محاضرة روابحة وسهلة يتكلمنا بيها عن الأشياء أو اللي رح أستدل بيها عن هذا الشخص إذا كان يعاني من مرض شديد وهو في ظرفة العناء المركزة أم لا مثل شنو؟ مثل ضغط الدم مثل فحص الأدرار مثل نسبة البوتاسيوم نسبة الماغنيسيوم نسبة الكاليسيوم أجي أفحص ممكنة بعيني ممكنة بإذني أشوف نسبة التنفس مالته أشوف معدل ضربات القلب أشوف حركة عيني أشوف الأزرقاء ببشرته كل هذه تعتبر فحوصات أولية للمريض أول ما يدخل إلى غرفة الإنعاش الـ ICU إن شاء الله تكون محاضرة واضحة وسهلة أي استفسار عدكم إن شاء الله أنا حاضرة شكرا جزيلا لكم ومع السلامة